تنفيذا لتوجهاته صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتوفير أحياء سكنية للمواطنين ذات أفضل مستويات معيشة وفق أرقى المعايير العالمية وضمن جندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها سموه تحت شعار الأسرة أساس الوطن أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولعاه دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي مركز اسكان دبي المتكامل في أفنيوم الند الشبه والذي يقدم 54 خدمة اسكانية للمواطنين من أربع جهات حكومية في مكان واحد وسيباشر تقديم خدماته في فبراير المقبل جاء ذلك خلال زيارة سموه المركز حيث كان في استقباله لدى وصوله معالي مطر الطائرة المفوضة العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي وسعادة سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاكة وسعادة عمر حمد بوشهب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للأسكان وضاف سموه بناء مسكن للأسرة تجربة ليست سهلة للكثير من الشباب وتتطلب خبرات معينة ووعيا ماليا وقانونيا وهدفنا تغيير تجربة المواطن في هذا المجال والمركز سيباشر عمله وتقديم الخدمات الشهر المقبل بإذن الله وتضع سموه هدفنا أسرة متماسكة مستقرة تعيش حياة كريمة وتنعم بأفضل مستويات جودة الحياة وفق أفضل المعايير العالمية ونعد الجميع بإطلاق مشاريع تسرهم خلال الفترة المقبلة تعزز من تماسك وقوة وسعادة أسرنا المواطنة بإذن الله ويوفر المركز الجديد منصة موحدة وشاملة في مكان واحد تغطي كافة احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والبناء والأراضي الأسيامة خدمة اختيار وتخصيص الأراضي السكانية ويقدم المركز خدمات الدعم والمشهورة للمواطنين من قبل مستشارين وخبراء فيما يتصل بتصميم مسكن المستقبل لتقديم المساعدة اللازمة لاختيار الشكل الداخلي والألوان وحساب التكلفة التقديرية للمسكن واختيار التصميم الذي يناسب كل ميزانية وفق عدد أفراد الأسرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر